14 مليون مصري مدعوون للانتخاب في 137 مقر في 121 دولة من الساعات الأولى من نهار هذا اليوم 1 من ديسمبر بداية للانتخابات للمصريين بالخارج احنا بنتابع مع حضراتكم متابعة مستمرة لحظة بلحظة نزول المصريين بمختلف دول العالم للإدلاء بصوتهم النهاردة المصريين قرروا أنهم يمارسوا حقهم الدستوري والانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية خلينا نقرب أكتر من المشهد الانتخابي مع الكتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية صباح الخير على حضراتكم صباح خير أستاذ منا صباح خير أستاذ محمد بداية لما نقول قراءتك للمشهد الانتخابي الموجود دلوقتي بدء تصويت منذ الأمس في بعض الدول وقدامنا بقى لمدة يومين التصويت للمصريين في الخارج شاف المشهد على مر التاريخ يختلف في الزمان يختلف في المكان ويظل الشعب المصري هو بطل الحكاية الشعب المصري مش النهاردة بس ولكن الشعب المصري على مدار التاريخ ينتصر لوطنه ويدرك المخاطر والتحديات المحيطة بهذا الوطن ما اختبرناش الشعب المصري في أي لحظة من اللحظات على مدار تاريخنا بكل ما فيه من أحداث إلا وكان هذا الشعب بالفعل لديه قدر من الوعي لكي يتصدى لكل ما يحاج ضد هذا الوطن من مخططات لما بنتكلم على هذا اليوم احنا بنتكلم على بداية أول أيام الاستحقاق الثامن بعد صورة 30 يونيو الشعبية العظيمة بنتكلم على شعب يتمثك بسوابت هذا الوطن ويتمثك بالمبادئ اللي هو قام بها أو أسس عليها مواقفه تجاه ما مر بالوطن من عواصف في الفترة من 2011 إلى 2013 على مدار هذه الاستحقاقات المختلفة سواء الاستحقاقات الرئاسية أو الاستحقاقات البرلمانية أو الدستور والتعديلات على الدستور هذا الشعب أثبت أنه يستحضر الوطن ويضع الوطن أمام عينيه لما بنتكلم على المشاركة السياسية لازم نتفهم أن دي آلية من الآليات التي يعبر بها هذا الشعب عن رغبته في تحديد مستقبله صحيح وشكل النظام الذي يرغب أن يعيش فيه واضح اختيارات الشعب طول السنوات السابقة أنها تنصر الوطن لما بنتكلم على هذا اليوم والبدايات مباشرة جدا على مدار طبعا إحنا بنتكلم على مواقع جغرافية مختلفة وعلى زمن مختلف ولكن الحضور واضح منذ اللحظات الأولى طيب هو الشعب المصري بيعمل إيه؟ الشعب المصري يمارس حقه الذي كفى له الدستور ده الرقم واحد رقم اتنين هو بيدعم الأمن والاستقرار طيب هو دعم الأمن والاستقرار مهم مهم جدا للدولة المصرية في هذه اللحظة ليه؟ لأن إحنا لو بنتكلم على أي استراتيجية تنموية دي رقم ثلاثة بنتكلم على أي رغبة في جذب استثمارات بنتكلم على رغبة في جلب تمويلات إلى الدولة المصرية لابد من نتفهم أنه محدش هيجي استثمر محدش هيجي يحط فلوس علشان يعمل مشروعات غير لما يكون واثق أن هذا الوطن يتمتع بالاستقرار الكامل والأمن الكامل لإستثماراته طيب هذا المشهد يدعم هذه الصورة هذا المشهد يدعم هذه الصورة ليه؟ لأن كل مواطن بينزل هو حريص على أن يظهر أنه جزء من كل يمارس حقها والذي كافل هو لها الدستور الصورة الكاملة بتقول للخارج والداخل أننا بصيغ مستقبلي بإيدي النظام السياسي الذي سينتج عن هذا الاستحقاق ستكفل له هذه المشاركة الوسعة الشرعية اللازمة للتواجد في الساحة الدولية الكلام ده بجد؟ آه الكلام ده بجد إحنا دولة حواليها تهديدات إقليمية وتهديدات دولية لكن هذه المشاركة بتؤكد للجميع أن هذا الشعب ملتف حول دولته أي أن كان اختياره وشكله عامل إزاي ولكن هذا الشعب يتمسك بصناعة مستقبله ومن ثم إكساب النظام القادم الشرعية الكافية من أجل التواجد في الساحة الإقليمية والدولية بالفعالية المطلوبة لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للدولة المصرية ده اللي بيؤكد أهمية المشاركة السياسية وإحنا منكلم مع حضرتك شايفين على الهوى دلوقتي في نوافذ مختلفة مدى الإقبال على مقار البعثات الدبلوماسية في عواصم مختلفة للاستمرار بالإدلاب الأصوات احنا شايفين هذه المشاهد من العاصمة العراقية بغداد مشاهد أخرى طبعا من دول عربية ودول أخرى التصويت بدأ أول دولة كانت نيوزيلندا بالأمس بتوقيت القاهرة العشرة مساء ثم اتباعا اليابان والصين وكوريا الشمالية والجنوبية مرورا إلى المنطقة عايز أسأل حضرتك فكرة تعامل الدولة المصرية مع المصرين بالخارج أبناءنا الموجودين في الخارج لأنه في فترات سابقة وعهود سابقة كان للأسف جسور الصلة كانت مفتقدة وكان ينظر دائما للمصرين بالخارج أنه مصدر مهم جدا لتحويلات زي ما بقولوا كده تحويلات الأموال من المصيم الخارج دلوقتي النظرة اختلفت رؤية الدولة المصرية اختلفت في مشاريع كثيرة جدا في اهتمام في أجندة الدولة المصرية بأبناءنا اللي بيقدر عددهم بحوالي 14 مليون مصر بالخارج بالطبع الحقيقة بتقوله في منتهى الدقة بس خليني أقوله بطريقة تانية الدولة المصرية دولة مؤسسات والدولة المصرية لم ينقطع اهتمامها بالداخل ولا بالخارج ولكن الدولة المصرية لم تدرك القيمة الحقيقية لهذا المشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة ومن ثم كانت تعاطي مع المصرين بالخارج في أقل درجات أليات التنصيق المطلوبة ولم يكن هناك الاهتمام كافي بتفعيل دور المصرين في الخارج لإبراز صورة الدولة المصرية خلي بالحضر لك المشاركة بتاعت المصرين في الخارج الوسعة اللي هي ابتدت هو اللي أنا متوقحة في أوروبا مما تبتدي اللي جان تفتح هناك بالاتصال بالعديد من الأصدقاء المقامين في عديد من الدولة الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنت بتقول للعالم أنا موجود في الخارج ولكني أدرك هموم الوطن طب ده جا منين؟ جا من اهتمام الدولة المصرية بخلق الأليات اللازمة للتواصل ومد الجسور زي ما حضرتك بتتكلم من اليونان لإيطاليا لفرنسا لألمانيا على مستوى جهود الوزارات والجمعيات الأهلية المصرية استطعت أن تبني وتمد جسورا واسع مع كل دول العالم في استراليا في نيوزيلندا في الصين في اليابان الرعاية التي توفرها الدولة المصرية عبر وزارة الهجرة وعبر وزارة الخارجية بتعمق من قيم الولاء والانتماء لدى المواطن المصري كنا دايما بنتحدث عن أزمات الجيل الثاني والثالث من المصريين وأبناء المصريين في الخارج أنت ابتدت تشوفهم النهاردة يشاركوا بفعالية في احتفالات لمد الجسور والجزور معهم ابتدت تشوفهم بيحضروا مؤتمرات الشباب منتدى شباب العالم ابتدت تشوفهم النمازج البرزة فيهم بتأتي إلى الدولة المصرية لكي تكون قدوة للشباب المصري أنه يستطيع مصر تستطيع بالفعل وأن شباب مصر قادر على التواجد بفعالية على الساحة تعميق الانتماء عند الشباب ده مهم جدا لأن هي دي الأجيال التي ينبغي أن تحمل صورة الدولة المصرية في الخارج وهي دي الأجيال اللي عليها دين كبير لهذا الوطن الأباء والجدود بتوحهم لو كانوا صفروا برة النهاردة الدولة المصرية عبر مد هذه الأليات اللازمة وعبر هذا الإدراك العميق وفقا لإستراتيجية وفلسفة نظام الحكم من 2014 لغاية النهاردة أنت قدرت تتغير كتير جدا من المفاهيم التي كانت تسيء للعلاقة بين الطرفين فابتديت تجني هذه السمارة هذه السمارة بتجنيها في الدعم الكامل للدولة المصرية شفتهم بيشاركوا في الحمالات ضد التطرف والإرهاب شفتهم بيعقدوا الندوات اللازمة في الخارج شفتهم مشاركين بفعالية في استقبال كافة الوفود الرسمية في زياراتها للخارج شفتهم إزاي بيكونوا متوجدين لحماية الدولة المصرية اللازمة من العناصر المتطرفة أصحاب الفكر المتطرف في الخارج شفتهم إزاي قادرين يقدموا النموذج الأبرز في المشاركة عبر كل الاستحقاقات الصادقة علشان كده أنت بتقول أنك اتبعت استراتيجية قوامها التواصل المباشر قوامها تعميق قيم الولاء والانتماء عبر استقدام هؤلاء الشباب إلى الداخل من أجل إبراس تجاربهم قوامها أنك أشعرتهم بقيمتهم لدى هذا الوطن ومن ثم أنت تجني سمار استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بجهود مجموعة من الوزارات المعنية بالتواصل معهم سواء وزارة الهجرة شؤون المصرين في الخارج أو وزارة الخارجية عبر التواصل من خلال القناسل والسفراء المعنيين بالتعامل مع هذا الأمر في الخارج المرشحين الرئاسيين إزاي تواصلوا مع الجمهور إزاي قدروا يوضحوا برامجهم الانتخابية سواء للمصرين في الداخل أو في الخارج إلا على أساسها هيتم الإدلاق يعني خلينا نفرق بين حكتين التواصل مع الخارج تم من خلال مواقع التواصل أو الحملات الرسمية اللي قدرها القائمين على إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين الأربعة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية الدولية وبالتالي دي الألية اللي كان يمكن من خلالها التواصل معهم في الخارج وهنا يهمنا الإدارة نفسها إدارة العملية الانتخابية أو إدارة المشهد الانتخابي هل الإدارة سمحت بهذا القدر من التواصل؟ هل المواطن وهو يذهب اليوم لكي يدلي بصوته؟ هل فيه أي نوع من أنواع التدخل؟ لا إحنا عندنا الهيئة الوطنية للانتخابات أدارة هذه العملية بشفافية عالية جدا طيب علشان نعمل نوع أو قدر من التواصل مع المصرين في الخارج كان فيه مجموعة من البودرات لأن ممكن يكون فيه قصور لدى بعض الأطراف في التواصل مع الخارج فأنت أحتلهم من خلال المنفذ الإعلامي المهم من خلال الشركة المتحدة لقدمات الإعلامية أنت أحتلهم بالتساوي لكل مرشح من مرشحين فرصة التواجد لمدة 100 دقيقة على شاشات مختلف القنوات التابعة للمجموعة ومن ثم القدرة على توصيل أفكارهم بصورة مباشرة وأتحت ليهم حوارات عبر العديد من المنافس كل حد قدر يعبر عن أفكاره وده كانت المقاطع المهمة اللي اتخذت لكل مرشح من التلاتة علشان يقدر يتواصل مع الخارج لدينا حملة حملة المرشح الرئيس عفتاح السيسي هي الحملة الأبرز في إبراز الجهود والمشتبكة مع العديد من القضايا اللي كان واضح تماما فيها إدراك تحديات الحاضر والتحديات المستقبلية والرؤى التي تطرح من أجل مواجهة هذا الأمر الحملات الانتخابية كلها تضمنت مجموعة من السياسات البعض طرح أفكارا ذات خطوط عريضة لكن يبدو أن الجميع مدرك أن التحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية والمجتمعية هي المشاكل الأكثر الحاحة ومسمى كان تم تناولها بكسافة لدى كافة المرشحين سيد أحمد لما نتكلم على الأحداث الأخيرة كل المحللين السياسيين شايفين أنه أو المراقبين أنه أحداث غزة وما حدث على مدارة 50 يوم ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي بشكل عام لانتخابات رئيسية 2024 إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ متفق تماما لأن بات هناك إدراكا لدى الشعب المصري لقيمة اختياراته السابق يعني الشعب المصري في لحظة من اللحظات نجحت بعض أليات مواقع التواصل الاجتماعي في التشويش على اتجاهات البعض تجاه النظام السياسي وتجاه قدرات الدولة مصرية وتجاه التشكيك في قدرة وفعالية الدولة مصرية على التعاطي الفعال مع أزمتها الإقليمية والدولية جاءت أزمة فلسطين الأخيرة المتمثلة في الحرب على غزة لأن أميل دايماً لاستخدام القضية الفلسطينية لكي تضع عنواناً أبرز على السحة أن مصر لديها أوراق اللعبة كاملة وأن مصر هي الفاعل الرئيسي في أي محاولة للتوصل إلى تهدئة إلى هدنة إلى وقف كامل للقتال طيب القدرة المصرية دي جاية من مؤسسية الدولة المصرية لكن الأهم جاية من إدراق القيادة السياسية طول الفترة من 2014 لغاية النهاردة لأهمية موقع القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري مصطلحات كنا بنقولها وبنقول الأمن القومي المصري ومحيط الأمن القومي المصري أو الاتجاهات الاستراتيجية الحيوية للأمن القومي المصري وكانت بطاقة غريبة على مسامع المواطن المصري وكان يستخف بها نتيجة حملات التشويش التي تبس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلامية المعادة إنما أنت النهاردة بسبات وعبر إدراك كامل ورؤية لكل التفاعلات الإعلامية وكل التفاعلات السياسية وكل التفاعلات الأدوار لكافة الأطراف الإقليمية والدولية المواطن المصري أدرك قيمة دولته وأدرك قيمة قيادته وأدرك قيمة ما تم تنفيذه من سياسات طوال المرحلة السابقة حتى من قبل 2013 كان لدى القيادة السياسية التي تولت الحكم في 2014 رئيس عفتاح السيسي رؤية في التعامل مع هذا الأمر عندما حذر تملك الأراضي في سيناء لغير المواطنين المصريين فالمواطن المصري شاف المشهد كويس أدرك المشهد كويس وأدرك أن دولته تتعامل بجدية مع كل ما يمكن أن يمثل تهديداً للأمن القومي المصري وتفهم جيداً ما كنا نتحدث عنه سابقاً من اللقات والخطوط الحمراء التي تضحها الدولة المصرية في كافة اتجاهات للستراتيجية الحيوية للأمن القومي المصري من أنها حمت ووقت الدولة المصرية من مخاطر وتهديدات وتحديات رئيسية كانت يمكن أن تعصف بأمن هذا المواطن أمن هذا المواطن بيدفعه النهاردة إلى التمسك بصياغة مستقبله سياغة مستقبله ليس تضمنه الأمن والاستقرار بس ولكن تضمنه تشكيل التفاعلات في المستقبل وتضمنه مساحة الدور المصري والمساحة المتوقعة لتأثير هذا الدور في تفاعلات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم أفضل بسحات حضرتك نحن الآن نتابع للهواء مباشرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يلتقط الصورة التذكارية لقمة المناخ كوب 20 التي تستطيفها دبي هذه الدورة ويشارك السيد الرئيس اليوم في أعمال الشقة الرئاسي رفيع المستوى لقمة المناخ للتغيرات المناخية والتي انطلقت بالأمس في إكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وبالطبع كانت مصر هي رئيسة قمة المناخ العام الماضي في شرم الشيخ كوب 20 وتم تسليم الرئاسة بالأمس من السيد سبح شوكري رئيس الدورة السابقة للسيد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي في هذه الدورة خليني هنا أقف مع حضرتك وأقول أنه كان من الأمور الإيجابية جدا اللي أقرها سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للفخامة رئيس عرفتاح السيسي المرشح الرئاسي بالطبع أنه هو فصل تماما بين الجهود والأدوار التي سيلعبها الرئيس في الفترة القادمة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية وبين رؤية الرئيس كمرشح في الانتخابات القادمة ده واحد من الرسالة أنا كنت عايزة أطرحها لحضرتك وده كان شيء لافت للنظر جدا في الفترة السابقة الفصل التام اللي موجود بين الرؤى ما بين المرشح السياسي أو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع لأن هناك إدراق من القيادة السياسية وتوجهات للحملة الانتخابية بأهمية هذا الفصل وأهمية أن لا يختلط الأمر وأن لا يتم لأن هذه المواقف وهذه المشاركات لو تم استخدامها فهي تمثل يعني 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 ذوية حجر رئيسية مع باقي المرشحين يعني لا يمكن أن باقي المرشحين هتكون متاحة أمامهم نفس فرصة التعامل مع هذه القضايا وده يمكن أن يؤثر في توجهات الناخبين ولكن الحملة كانت مرتائة بناء على التوجهات أن تطرح الرؤى وتطرح المواقف التي يتبنيها فخامة الرئيس وأهمها أن العمل هو ما نملكه والعمل هو ما يمكن أن نقدمه وعلى دينا على الأرض كم من الإنجازات تمثل الرؤية الاستراتيجية لإدارة الدولة المصرية وهذا الأمر الكافي من وجهة نظر الحملة ومن وجهة نظر فخامة الرئيس لكي تكون هذه هي النقاط الحسمة بالنسبة للحملة الرؤية الاستراتيجية التي تتبنيها الحملة تقوم على فكرة الإنجاز فكرة الأفعال وليس الأقوال وده أمر مهم جدا في التعاطي مع ما يحيط الدولة المصرية من مختلف الجهات الأهم في ده وده أن فهم الحملة لموقع الأزمات زي الحملة وزي حملات باقي المرشحين التلاتة ما كان فيه إدراك كبير لقضية غزة الحملة قررت أن لا تنفق على الدعاء الانتخابية وأن توجه ما كان مخصصا للدعاء الانتخابية إلى دعم القضايا الفلسطينية وده كان أمر مهم جدا وممكن إحنا شوفنا المؤتمر الذي كان في الأستاذ الحاشد لتوجيه جهود الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية لدعم القضايا الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة هنا ما بتختلفش المواقف لأن الحملة تعبر عن مرشح هو من جموع المصريين هو زي وزي بقية المصريين ومن ثم إذا كان كل المرشحين أمامهم فرصة للتعامل مع هذه القضايا وإبداء أراءهم وقدرة على توجيه الدعم إلى القضايا الفلسطينية فالحملة باعتبار فخامة الرئيس مواطنا مصريا وباعتباره مرشحا للرئاسة لديه القدرة أو لدى الحملة القدرة على حجد الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني وعلى الجميع أن يتبارى في هذا الإطار لدعم جهود الدولة المصرية اللي بيثبت في النهاية أن نتواجد أربع مرشحين على الساحة بهذا الحجم وبهديه القدرة سواء فخامة الرئيس عفتاح السيسي أو المرشح الرئاسي محمد فريد زهران أو السيد المستشار عبدالسند يمامة أو السيد الدكتور المهندس حزم عمر وإتحت الفرصة لهم جميعا مع ثقة لكل اسم من الأسماء دي وما يترحهم من رؤى هي بتخلي المواطن المصري أكثر ثقة في شكل النظام السياسي المصري القادم خاصة إذا وضعنا ده في إطار المقدمات السياسية الضرورية اللي حطتها الدولة المصرية سواء في الحوار الوطني والاستجابة للنتائج الحوار الوطني وقدرة هذا إله المرشحين على الترشح في هذا الإطار وكذلك قلت هو يعني كل هذه الاستحقاقات الدستورية أو ده يعتبر الاستحقاق رقم 8 أو الثامن بعد 2013 بيعزز مفهوم الدولة المصرية يعني بيعزز مفهوم الدولة المصرية بشكل كبير شكرا جزيلا الكاتب الصحف الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية شرفتنا ونورتنا وصباح الخير على حضرتك كل شكرا طيب لحضرتك شكرا سؤسة منا على هذه الاستضافة الكريمة شكرا جزيلا شكرا